ما الهدف من هذه المغامرة وكيف بدأت هذه الفكرة المشتركة بينكما مرحبا لجميع جميعنا واحد يكون يعيش بذات البنية وفي عنده جيران فوقه تحته وما بيعرفون مظبوط وما بلتقف فيهم وأنجا بيقول لهم مرحبا هو نزل بالأسانسور ففكرنا شوية نحن يمكن لأردن وليد العام نحن قريب نحن نحط بعضنا بس ما لتأينا وما منعرف بعضنا منيح منروح سياحيا نفتش على المحلات المعروفة بيناتها يمكن العاصمة عمان الاشياء اللي نشوفها بالكتب بس الأردن أكتر بكتير من هيك فحبينا نروح نكتشف الأردن مثل ما قلت بأعماء بالأعماك من جوة ونفرج العالم وجهة جديدة ما كانوا نفكرين فيها كيف واحد بقدر قضي نهار جمعة يعني أسبوع كامل بمنطقة رائعة 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 فيها من كل شيء فيها من الأخضر 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 من كمية الماء كتير كمان لموناخ الصحراوي فيها من البحر الميت للبحر الأحمر يلي هو من أغنب حور بالعالم كلهم صواب يأسبوع دكتور مارك أنت كخبير نبات وتنوع أيضا بيولوجي يتبعك الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر محتلات التلفزة أيضا اللبنانية ماذا أردت إيصال من خلال هذه المبادرة وهذه الشراكة أيضا مع دكتور أنتوني مثل ما أنتوني قال يعني نحن مثلا منروح على الأردن منشوف بيترا بس أنا حبيت الفرجة قد ما فينا بيترا من منزار زراعي يعني بيترا عجيبة بيترا عجيبة زراعية عجيبة عن الماء يعني ولازم يأخذوا حقهم يعني مش نروح على بيترا وبس هيك نتطلع لنقول على السخور نتطلع على كيف الأنباط هالشعب العظيم كيف عملوا إذا بدك هالشغلة كتير حلوة كمان لما نروح على بلد حلو نشوف نتعرف على شو هنه النباتات الطبية اللي عندهم ومتل ما أنتوني قال الإيكو سيستنس فنحن حبينا من خلال هالسفرة نفرج إدينا نحن رابعة بعض كلبنانية وأردنية بنفس الوقت إدي كمانا في اختلاف يعني كنا نقول دايما أنه أنتوني إذا بتجي على لبنان وبس بفرجوك يمكن قلعة جبال أو بعلبك ما بتكون عرفت لبنان نحن حبينا نفرج الأردن من منزار تاني من كيف نحن نطلع عليه لما نسافر من نبش على هالهيك الأشياء الصغيرة اللي هي بتعمل البلد الأبطال مثل ما نسميهم أنتوني أنت مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لك أيضا برنامج تلفزيوني منذ سنوات طويلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف كانت ردود الفعل على المحتوى الذي قدمت معه معا وكيف يمكن أن يكون التفاعل من مختلف الدول العربية والبلدان العربية في حال أردتم الذهاب في مغامرة جديدة ورحلة جديدة إلى دولة جديدة أحلى شيء اكتشفناه وأحلى شيء كان يدقن بالقلب هو كمية العالم يلي هن أردنيين وكانوا عايشين برات الأردن وصالوا زمين ما أجوا على الأردن كانوا يبعطونا مسجز يقولونا فرجيتونا بلدنا مثل ما نحنا ما بنعرفه فيني قالك أنه كل الستوريز اللي حطينوها على انستغرام كانت عم بتجيب بين 20 و 25 ألف مشاهدة الصور اللي حطينوهم كانوا عظمين وبعدين على يوتيوب فلومي يعني نتفلكس كواليتي عم نحكي عن انتاج كتير كتير مهم أخد كتير شغل أخد كتير طعب حضروا كل بلدان العالم وبرجع أقول أهم شغلة مش بس الأردنيين كل العرب كل العالم اللي بيلحقوني يعني عم نحكي بمئة ألوف العالم كنات عم تبعت تطلع وتبعت لنا مساجات وتقالنا معقول هيد الأردن نحنا الأردن ما بنعرفها هيك ما بنشوف من الأردن إلا السياحة اللي معروفة فنحنا أنا بلشت بألفين وطنعش وبلشت فرج العالم ساعة بلشت فكرة كانت لابنون أز نوت سين عن تيفي يعني اللبنان مش طبع الأخبار لبنان مش طبع الاستابلة ووضعها وطبع كل شي بيفرجوه عاطل عن لبنان لبنان فيه مشاكل أكيد من كل بلدان العالم بس فيه أشياء كتير حلوة ومن هون طلعت الفكرة ونحنا كبلاد عربية كلنا سوى هالأرب كولتشر هالفكر زيته تقريبا عننا ياه هالحضارة يلي كتير قريبة على بعضها هل العالم بيعرفنا مظبوط هل العالم بيعرف نحنا مين هل نحنا مش مظلومين شوي بشو منفرج للعالم وشو الأخبار بتخبر عننا صار وقت نفرجيهم نحنا مين وهيك بلشت الفكرة وبعتقد عم نقدر نوصل المسج من هون ان شاء الله نقدر نغطي كل البلدان حلمنا كتير كبير انت بتعرف مصاريفة كتير عالين وعم نجرب قد ما منقدر نجرب نلاقي طريقة تندفع حقه وان الله راد القدر بيبعثنا محلة كتير بعيدة مارك كيف يمكن أن يساهم هكذا مضمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترفيه وتثقيفي على تسليط الضوء على هذه الثروات إن كانت الطبيعية أو أيضا التراث الأردني الضارب في التاريخ والغني جدا مثل ما نحنا دائما نقول ما فيك تحب شيء ما بتعرفه مني فنحنا اللي عم نجرب نعمله هو نروح نفرج كل المشاهدين يلي فيكن عمرهم أطفال كتير صغيرة أو حتى ناس كبيرة بالعمر يتعرفوا على النباتات على الحيوانات يعني بالأردن في سمكة ما في منها غير بالأردن تعرفنا عليها تعرفنا على النباتات اللي ما بتطلعها غير هونيك فكل ما بتفرج جمال شغلة بالمنزار تاني يعني نحنا عم نضوي عليهم كل ما الناس رح تحب أكتر وأكتر ويمكن تحافظ عليهم أكتر وأكتر المشكل هو نحنا مش أنه الشعب العربي أو أنه مسقف هو يمكن ما بفرجوا أنف أداة لازم يشوف أداة عنده غنى يعني ما كنا عم بقول لك ناس بتسافر من مكان لتشوف بترة أو تشوف أشياء تانيين بس لازم نشرح لهم كيف هي تفوتهم بالتفاصيل هلأ معنا وقت نشرح بس لما تفوت حدا بالتفاصيل يشوف أداة أجداده كانوا عظيمين ما بيقدر هو مثلا يجي يشيل شغلة كيف مكان ويصير عنده إذا بدك يعني مجبور يحافظ عليها وهذا شيء أكيد بيخلق سقافة بس نحنا العمجاري بنعمل أنه وأنتوني هو أنه نضوي عليهم من نزار تانيين مش بس أنه يلا بأوروبا في إشي حلوي حتى ببلادنا في إشي حلوي أنتوني كان لألكم مبادرة مع نجاح اليوم هذه رحلة إلى الأردن أيضا مبادرة ناجحة في لبنان بعد تفجير الرابع من أغسطس من العام الماضي من كل لبنان لكل لبنان كيف يمكن الاستفادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نجاح أيضا هذه المبادرة داخل لبنان والتي لا تزال مستمرة حتى الآن يلي اليوم بتقول في كتير عالم نسمعهم بيقولوا أنا عبالي ساعد لبنان بس ما بعرف كيف أنا عبالي أوقف مع لبنان وعم شوف الوضع كيف عم بصير بس أنا ما بعرف كيف نحنا نطلب منه يشتري من المنتوجات لبنان هيك بلشت الفكرة بلشت الفكرة من كل لبنان يعني نحنا منشتري من كل الضيعة في لبنان وبنرجع من وزعهم على كل لبنان وطلبنا من كل عالم اللي بتوصق فينا أو تبعط لنا مبادرات ميلية أو تبعط لنا دعم ونحنا منروح منشتري موني انت بتعرفوا كلمة هالموني شغلة كتير مهمة يعني العيال تتمون للشاتوية نحنا منعمل مربايات منعمل تفاح منعمل كتير إشياء مهمة فنحنا حبينا أن ندعم العيال يعني العائلة اللي عم تشتغل وعم تجرب تلاقي طريقة تضل عايشة نشتري منها منتوجها ونرجع نعطيرها لأشخاص اللي مش قادرين يشتروا هالمربا أو هيدا المنتوجة الحالو فمن كل لبنان لكل لبنان بلشتوا لليوم سنشرين لفات من المراتبين ومن الموني ومن البرغل ومن الأمح ومن المربايات ومن التفاح ومن الفويكة والخضرة وكل هالإشياء نحنا عناياهم في لبنان وجعنا نوزعناهم من جوا بهالطريقة نكون كمان عم نضوع هالمنتوجات تالأشخاص اللي برات لبنان اللي بيحبوها يدروا يشترواها ويظهروا برات لبنان لبنان بيراقينا ما بيرجع بيوقف على إجريه إلا إذا ما إيماننا باقتصاده أكتر وإيماننا بصناعته أكتر وإيماننا بتجارته أكتر وقدش فينا نصدر من هون لبرة كل شخص عايش برات لبنان اليوم بيسأل حاله أنا عبيلي ساعد لبنان أو أنا عم بيدس قلبي عبيلي أكل لبناني عبيلي أكل مربا لبناني عبيلي حس طعمة لبنان نحنا منقله روح على حيالة متجر حدك واشتري منتوج لبناني أو إذا أنت بتشتغل بالتجارة صدي طهير من لبنان وبيعمي منطقتك